موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الثاني عشر أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء يتقدد في مادة الأحياء في وحدة الوراثة التي وصلنا إليها فيها الشرح وقد درستم في المرة الماضية الصفات المرتبطة بالجنس واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نأخذ معكم الصفات المتأثرة بالجنس والسؤال الذي يطرح نفسه عندما نبدأ نتكلم عن الصفات المتأثرة بالجنس ماذا يقصد بها؟ هل هي صفة محمولة على كروموسوم X أو Y؟ كما درستم في الحلقة الماضية هل هي صفات موجودة على كروموسومات جنسية؟ لأن من اسمها ربما الطالب عندما يقرأ الصفات المتأثرة بالجنس يظن ذلك والحقيقة أنها هي صفة ليست موجودة على كروموسوم جنسي وإنما موجودة على كروموسوم قسدي أو قسمي وسنتكلم اليوم عن هذه الصفات ونأخذ مثال عليها وسنوضح أكثر وأكثر وسنعطي بإذن الله سبحانه وتعالى أمثلة على الصفات المتأثرة بالجنس على الصفة الموجودة معك في الكتاب وسنأخذ بعض الأسئلة لاختبارات التي أتت وناقشت هذه الصفات التي هي متأثرة بالجنس آمن أن تكونوا قد تستفيدوا من هذه الحلقة ونبدأ معكم بأول موضوعنا وأول سؤالنا وهو ماذا يقصد بالصفة المتأثرة بالجنس ماذا يقصد بالصفة المتأثرة بالجنس الصفة المتأثرة بالجنس هي تلك الصفات التي توجد جيناتها على الكروموسومات الجسمية ليست في كروموسومات جنسية ليست في الـ X أو في الـ Y كما أنتم درستم أن أكثر الصفات المرتبطة بالجنس موجودة في كروموسوم X ويوجد قليل منها موجودة في كروموسوم Y كما أكتب لكم في الكتاب وجود الشعر في الأذن عند الرجال فهنا عندنا صفات متأثرة بالجنس هي ليست موجودة على كروموسوم X وإنما موجودة على كروموسوم جسمي أو كروموسوم جسدي لكنها تتأثر بالهرمونات الجنسية تتأثر بالهرمونات الجنسية في كل الجنسين أي أنها تتأثر بالهرمونات الجنسية المفرزة في الدكر والهرمونات الجنسية المفرزة في الأنثى وتظهر في الجنسين بنسب متفاوته قد يكون هذا الهرمون الذي تتأثر به في الجنس الذكر مثلا يكون بتركيز عالي وتظهر بصورة سائدة وتكون في الأنثى بتركيز أقل فلا تظهر إلا بصورة متنحية فإذا هذه درجات متفاوتة في الظهور ظهورها أصبح له درجات متفاوتة وهذا التفاوت قادم من الهرمون الجنسي ولذلك أطلق عليها اسم الهرمونات الجنسية لذلك أطلق عليها اسم الصفات المتأثرة بالهرمونات الجنسية لأنها تتأثر بهذه الهرمونات فوجود هذا الهرمون يجعلها ربما تظهر بصورة سائدة وعدم وجود هرمون معين هرمون جنسي سيجعلها تظهر بصورة متنحية فأطلقوا عليها اسم الصفات المتأثرة بالجنس الصفات المتأثرة بالجنس وهنا معنى مقارنة بين أو الفرق بين الصفات المرتبطة والمتأثرة بالجنس الصفات المرتبطة بالجنس التي نحن الآن نتكلم عنها موجودة جيناتها على الكروموسومات القسدية موجودة في كروموسوم قسدي بعكس الصفات المرتبطة بالجنس توجد جيناتها على الكروموسومات القنسية موجودة على الكروموسوم قنسي إذن هذه الصفة المتأثرة كروموسومة موجودة على كروموسوم جسدي والمرتبطة بالجنس موجودة على كروموسوم جنسي موجودة على كروموسوم جنسي X أو Y فهذا نسميها صفات مرتبطة بالجنس أما المتأثرة فهي موجودة على كروموسوم جسدي ولكنها تتأثر بالهرمونات الذكرية أو الأنثوية ومثال معنا الذي ندرس اليوم إن شاء الله معكم صفة الصلع كمثال هي صفة الصلع أما المثال هنا معنا صفة عمل ألوان ومرض نزف الدم أو الهيموفيليا الذي درستموه في الحلقة الماضية أن هذه صفات مرتبطة بالجنس محمولة على كروموسوم X هذه الصفات وبالتالي سأطلق عليها اسم صفات مرتبطة بالجنس لأنها موجودة على كروموسوم X أما الصفات التي سنتكلم عنها اليوم فهي موجودة على كروموسوم قسدي وليس جنسي ولكنها تتأثر بهرمونات جنسية تتأثر بالهرمونات الجنسية سواء كان ذكرية أو أنثوية وكما نتكلم الآن عن صفة الصلع وتأثيرها أي هرمون يأثر عليها ومتى تكون سائدة ومتى تكون متنحية فهي طبعا موجودة على كروموسوم قسدي طيب الآن سؤال آخر نسأله هل هذه الصفات المتأثرة بالجنس نحلها في نحل مسائلها عندما أعطى مسأله أحل عن طريق XX للأنثى وXY للذكر في الإنسان هل أحل بمثل الصفات المتبطة بالجنس طبعا لا أحل بنفس الطريقة التي كنت أحل بها الصفات المندلية في الإنسان بوجود بي بي أو اي اي هكذا بدون أن أضع XY لأن الX والY هذه الصفات المتبطة بالجنس فمعنى آخر عندما نحل هذه المسائل الصفات المتأثرة بالجنس كما سيأتي الآن إن شاء الله لا نكتب XX مثلا للأنثى وهنا نكتب X بكابتل X بسمول مثلا لا كما أنت درست مرة الماضية هنا عندما نحل هذه المسائل نحلها بطريقة التي حلنها سابقا في الصفات الأخرى فإذا هذا بالنسبة للفرق بين الصفة المرتبطة وصفة المتأثرة بالجنس دعنا نذهب إلى التفاصيل الأكثر أكثر تفصيلا في الكلام ونأخذ المثال الذي هو معنا صفة الصلع واللي موجودة في كتابك صفة الصلع الصلع طبعا بمعنى أنه عدم وجود شعر في الرأس ليس بالضرورة كاملا أن الرأس كامل لا يوجد فيه شعر لا قد صفة الصلع اللي هي عندنا أنه لا يوجد شعر فيه اللي هي ربما مقد هنا أعلى الرأس أو قد لا يوجد كاملا ولكن الأكثر الذي نلاحظه أنه يكون جزء من الرأس في الأعلى في مقدمة الرأس وفي الأعلى لا يوجد شعر هذا صفة الصلع اللي هي من الصفات طبعا المتأثرة بالجنس طبعا الآن نتكلم عن أليلات هذا الصلع لماذا هي متأثرة بالجنس أليلات صفة الصلع في الإنسان تتأثر بالهرمونات الجنسية طيب نأتي للذكور الذكور الذكور أليل الصلع يكون سائدا في الذكور ويتأثر بالتركيز العالي لهرمون التستوستيرون طبعا الذكر يكون عنده تركيز عالي هرمون تستوستيرون الذكور البالغ يكون عنده تستوستيرون عالي هذا الشيء سيؤدي إلى أنه بوجود قين الصلع وجود قين الصلع أو أليل الصلع في خلاياه سيؤدي هذا الشيء إلى أن الشعر يتساقط من رأسه فيظهر عنده الصلع ويكون سائدا لديه بمعنى أنه إذا وجد هذا القين لدى هذا الذكر ووجد هرمون التستوستيرون بكمية بتركيز عالي ستظهر عنده صفة الصلع وسيكون عنده طبعا هرمون التستوستيرون عالي فيتأثر هذا القين بهرمون التستوستيرون أما الإناث فالصلع عند الإناث سيكون تركيز الهرمون التستوستيرون تركيزه منخفض تركيز المنخفض للتستوستيرون يجعل قين أو أليل الصلع يكون متنحيا لاحظ أنه كتبنا هنا عند الذكر أليل الصلع يكون سائدا بسبب وجود التركيز العالي لهرمون التستوستيرون تأثرت بهرمون جنسي وهو الهرمون التستوستيرون أما عند الإناث فيكون أليل الصلع يكون متنحيا عند الإناث وغالبا ما يكون تأثير الهرمونات الجنسية الأنتوية ضعيف أي أنه لا يأتي إلى أنه يجعل هذا الأليل يظهر بصورة أقوى ويعبر عن الصفة ويعبر عن الصلع ولذلك قالوا أنه عند الإناث يكون متنحيا لاحظنا كلمة متنحيا أنه يظهر بصورة متنحية لعدم وجود هرمون التستوستيرون بتركيز عالي ويؤدي هذا الشيء إلى أنه يتظهر عنده هذا الصفة ويعبر هذا الجن بقوة في التعبير المظهري ولهذا قالوا أنه هنا سيكون متنحيا عند الإناث وغالبا ما يكون تأثير الهرمونات الجنسية الأنتوية ضعيف وبالتالي لا تظهر صفة الصلع بشكل واضح لدى الإناث لدى الإناث لا تظهر صفة الصلع قد تظهر عنده تساقط للشعر ولكن لا يظهر بمعنى بشكل واضح أنه عنده صلع كما لاحظنا عند الرجل واضح عنده وجود الصلع لا عند الإناث سيكون شعرها كما سنأخذ قليلا يعني كثافت قليلة ولكن وجود صلع بمعنى تساقط كامل للشعر لا يوجد عند الأنت وذلك بسبب عدم وجود التركيز العالي لهرمون التستوستيرون ولهذا قالوا عن هذا الصفة أنها متأثرة بالجنس تتأثر بأي شيء بالهرمونات الجنسية إذا وجد هذا الهرمون هذا الهرمون وجد بتركيز عالي ستظهر الصفة بصورة سائدة عند الرجال وعندما يوجد الهرمون تستوى بشكل منخفض ستكون تعبير هذا الجنس بشكل متنحي هذا الجنس هذا الأليل وبالتالي ستكون عندها لا تظهر صفة الصلع بشكل واضح كما قلنا عند الإناث طيب نأتي إلى توارض صفة الصلع توارض صفة الصلع هذا الآن نريد أن نركز عليه وهذا القدوى الذي معي الآن أريدك أن تركز عليه وتحفظ الطراز الجيني والطراز المظهري لأنه هو المفتاح الذي سيساعدك كثيرا في حل أسئلة الاختبارات وهو الذي ستعتمد عليه في حل الأسئلة وهو الذي ستعتمد عليه في تحليل مسائل الاختبارات ومسائل التي ستعطى إياها في الامتحان وبالتالي ستستطيع أن تحدد الطراز الجيني من الكلام الذي تعطى إليه في المسألة دعنا نذهب إلى تفاصيل هذا القدول وإن شاء الله عندما تأتي المسائل سنعود إليه حتى نركز عليه أكثر وحتى تفهمه كثيرا هذا القدول اللي هو يوضح توارض صفة الصلع عندنا هنا بي كابتل هذا سائد لصفة الصلع وبي سمول هذا أليل متنحي لصفة الصلع إذن بي كابتل الصلع أليلها سائد وبي سمول متنحي لصفة الصلع طيب عندي بي كابتل بي كابتل هذا الآن أليل نقي للصلع بي كابتل بي كابتل لاحظ عندي عند الأنثى ركز على الأنثى هنا معنى كتب شعر تقل كثافته هذا موجود معك في الكتاب القدول شعر تقل كثافته بمعنى أنه كما رأينا هنا في الصورة أنه سيكون لدى هذه المرأة اللي هي بي كابتل بي كابتل عند هذه المرأة اللي هي بي كابتل بي كابتل سيظهر لديها شعر ولكن هذا الشعر تقل كثافته بمعنى أنه كما الآن شفنا الشعر كثافته قليلة عند الأنثى ستظهر عند هذه الأنثى شعر قليل ولكن لن يكون هناك صلع بمعنى أنه يتساقط كاملا كما عند الذكور كما رأينا في الصورة فهذا عند الأنثى كتب شعر تقل كثافته بمعنى أنه يكون كثافة قليلة مع أنه يوجد في هذه المرأة بي كابتل بي كابتل أي أنه نقية لصفة الصلع نقية لصفة الصلع بي كابتل بي كابتل ولكن لن يظهر معها الصلع بمعنى أنه سيتساقط الشعر كاملا ربما لجزء من الرأس أو كامل الرأس لا وإنما سيقل كثافة الشعر وهناك بعض الكتب وبعض المراقع أو بعض المسائل ستجدها أنه تذكر امرأة صلعاء عندما يكتب صلعاء يقصد أنه هذه الشعر تقل كثافته بمعنى بي كابتل بي كابتل بما أنه أولديها الصلع عندما يقول امرأة لديها الصلع المقصود هنا أنه لديها الصلع أنه شعر تقل كثافته فبعض الكتب تعتبر شعر تقل كثافته بأنه صلع بأنه صلع عند الأنثى أنا الآن أتكلم عن الأنثى بي كابتل بي كابتل طيب لاحظ معنى عند الأنثى بي كابتل بي سمول ماذا سيكون شعرها؟ سيكون شعرها عادي مع أنه موجود لاحظنا أليل الصلع موجود موجود لديها بي كابتل بي سمول هي هاجين ولكن لأنه ليس لديها الهرمون التستوستيرون أنا أعود إليك للكلام اللي سبق ليس لديها هرمون التستوستيرون الذي يقعله يظهر بصورة سائدة بكمية كافية يقعله أن يعبر عن صفته هذا البي كابتل كان شعر المرأة عادي أو شعر الأنثى عادي بمعنى أنه لا يظهر لديها صلع لا يدل لها أي شيء لا يظهر لديها صلع أما بي سمول بي سمول فطبعا هذا المتنحل الشعر العادي بما أنه ما موجود طبعا له أليل الصلع فسيكون شعرها عادي يعني عندما ستأتيك المسائل ويذقل لك امرأة أو أنثى أو أم أو بنت وكتب لك شعرها عادي كلمة شعرها عادي تحتمل كم احتمال تحتمل احتمالين الاحتمال الأول بي كابتل بي سمول والاحتمال الثاني بي سمول بي سمول عندما يقل لأنه مرأة شعرها عادي فأنا أذهب إلى احتمالين وركز هذا الكلام أنه بي كابتل بي سمول أو بي سمول بي سمول لأنه هذا الطرازين القينيين هذا الطرازين طرازهم المظهري عند الأنثى شعر عادي شعر عادي لكن عندما يقال لي أنه عند المرأة صلع أو عند المرأة شعر يقل كثافته فأنا سأذهب إلى بي كابتل بي كابتل بي كابتل بي كابتل لماذا؟ لأنه قال أنه عندها صلع أو أنه عندها أو نقية لصفة الصلع بعض الأحيان يقول لي أو يقول لي أنه عندها شعر كثافته قليلة أو يقول لشعرها خفيف أنا أعطيك اللي هي بعض الأسئلة اللي ستجدها أنه يكتب شعرها خفيف عندما يقول شعرها خفيف يعني بي كابتل بي كابتل أو صلعاء بي كابتل بي كابتل أو شعرها كثافته قليلة بي كابتل بي كابتل فمن كلمات السؤال بمعنى آخر ستحاول أن تحدد الطراز القيني هذا عند الأنثى ظهر عندنا شعر عادي في بي كابتل بي سمول قنة لأنها هذه الصفة متأثرة بالهرمونات الجنسية تتأثر بهرمون التستوستيرون وتظهر بصورة متنحية عند الأنثى نأتي إلى الذكر الذكر عنده طبعا هرمون التستوستيرون عالي ولهذا الذكر سيكون عنده البي كابتل اللي هو أليل الصلع سيظهر بصورة سائدة كما قلنا لاحظ معنى بي كابتل بي كابتل عند الذكر أصلى عند الذكر أصلى لماذا؟ لأنه أصلا بي كابتل بي كابتل أي أنه أليلين نقي لصفة الصلع طيب بي كابتل بي سمول عند الأنثى كان شعرها عادي لكن عند الذكر سيكون أصلى وبالتالي هنا سيظهر معنى صفة الصلع لماذا؟ لماذا هذا الشيء؟ لأن هرمون التستوستيرون يجعل هذا اللي هو البي كابتل يظهر بصورة سائدة يظهر بصورة سائدة ولهذا كما قلنا الآن نعود مرة أخرى لماذا قلنا أنها تسمى بالصفات المتأثرة بالجنس لأنها تتأثر بالهرمونات الجنسية لا نحل المسائل لا نحل المسائل عن طريق XX للأنثى XY للذكر في الإنسان لا هنا نكتب في الطراز الجيني بي كابتل بي كابتل أو بي كابتل بي سمول أو بي سمول بي سمول حسب معطيات السؤال حسب ما أقده في السؤال كما الآن سيأتي إن شاء الله بي سمول بي سمول هو الذي شعره عادي طيب الآن أنا قتلك لما يكتب في المسألة امرأة أو أنثى أو أم شعرها عادي عند احتمالين هذا وهذا بي كابتل بي سمول بي سمول بي سمول في الذكر إذا كتب لي في المسألة رجل أو ذكر أصلع له احتمالين الاحتمال الأول بي كابتل بي كابتل والثاني بي كابتل بي سمول يعني الصلع الأصلع عند الذكر لاحتمالين والشعر العادي عند الأنت لها كم احتمال احتمالين فهنا نركز في السؤال ويعطيني لا بد أن يعطيني شيء يوضح لي أيهما الصح هذا أو هذا بي كابتل بي كابتل عند الذكر أصلع أو بي كابتل بي سمول لا بد أن يعطيني شيء يوضح لي واحد من الاثنين لأنه لو قل رجل أصلع سيكون له احتمالين لكن لو قل لأنثى شعرها عادي سيكون له احتمالين بي كابتل بي سمول أو بي سمول بي سمول نأتي الآن لبعض الأسئلة وسنعود لهذا القدول عندما نحل الأسئلة عائلة لديها طفل ذكر مصاب بالصلع معنى أنه مصاب يعني يوجد لديه أليل الصلع في جيناته موجود لديه أليل الصلع ولكن لم تظهر عليه صفة الصلع يعني هو طفل لا زال طفل وهذا الطفل لديه اللي هو أليل الصلع ولكن ما ظهر عنده ما تساقط شعره لمتى يتساقط الشعر هنا مهم أن نعلم أن الذكر يتساقط شعره أو الأنفة اللي هي عندها اللي هي بي كابتل بي كابتل هنا يتم التعبير عند الذكر عند البلوغ هنا التساقط أو ظهور ظهور الصلع يكون عند البلوغ لماذا عند البلوغ لأن التركيز العالي لهرمون التستوستيرون في الذكر يكون عند البلوغ وبالتالي سيكون هذا الطفل الذي لديه قين الصلع لديه أليل الصلع وما يظهر عليه سيكون شعره طبيعي شعره عادي إلى أن يبلغ عندما يصل البلوغ سيكون يكون تركيز هرمون التستوستيرون عالي هنا سيبدأ يزيد هرمون التستوستيرون هنا سيبدأ يتساقط الشعر لديه عندما يصل سن البلوغ ولهذا يقول نقول أن ظهور الصلع يكون عند البلوغ وذلك لأن هرمون التستوستيرون يزيد عند البلوغ يزيد عند البلوغ فمهم أن نعلم هذا الكلام مهم أن نعلم هذا الكلام لا يعني أنه من يولد هذا الذكر عنده أليل الصلع وبالتالي من يولد يظهر عنده تساقط للشعر لا سيبدأ تساقط الشعر لديه عندما يصل إلى سن البلوغ عندما يزيد هرمون التستوستيرون لذلك أطلق عليها الصفات المتأثرة بالجنس هذا الصلع لأنها تتأثر بهرمون تستوستيرون طالما ما وقد هرمون تستوستيرون بمعنى أنه سيكون هذا التعبير سيكون متنحيا متى يكون سائدا عندما يكون تركيز التستوستيرون عالي سيظهر بصورة سائدة وهنا سيبدأ يتساقط الشعر طيب سؤال آخر في وراثة بعض الصفات الوراثية في الإنسان يوجد للطراز الجيني الواحد طرازان مظهريان أنا طبعا أعطيك هذا لأنه أتى في بعض الاختبارات في وراثة بعض الصفات الوراثية في الإنسان يوجد للطراز الجيني نفس الطراز الجيني الواحد طرازان مظهريان مختلفان طيب من يعطيني الآن إحنا ذكرناه طبعا هنا ما ذكر لأي صفة لكن الآن نحن موضوع عن الصفات المتأثرة بالجنس وذكرنا هذا من يعطيني طراز جيني واحد وله طرازان مظهريان القواب طبعا اللي هو الطراز الجيني بي كابتل بي سمول لصفة الصل لأن بي كابتل بي سمول عند الرجل وعند المرأة أو الأنثى طيب الرجل ماذا سيكون بي كابتل بي سمول سيكون أصلى وعند المرأة أو الأنثى ماذا ستكون ستكون شعرها عادي لاحظ شعرها عادي إذن نفس الطراز القيني بي كابتل بي سمول ولكن ظهر له طرازان مظهريان مختلفان أصلى وشعر عادي هذا طراز مظهري وهذا طراز مظهري وهذا موجود معك في القدول اللي نحن الآن درسنا قبل شوية وتكلمنا فيه هذا بي كابتل بي سمول هذا طراز جيني شعر عادي وأصلى فإذن هذا الكلام أنه عندما أعطى صفة ويقال لصفة لها طراز جيني واحد ولكن عندها طرازان مظهريان سأبدأ هنا وأقول هذا في صفة الصلع وطبعا بي كابتل بي سمول طراز الجيني لصفة الصلع سيكون معنى في الرجل أصلى في المرأة شعرها عادي وهذا طبعا طرازان مظهريان مختلفان نكمل الآن حديثنا ونكمل الأسئلة على موضوع اللي هو صفة المتأثرة بالجنس تزوّق رجل شعره عادي بدأنا في المسائل الآن وأريد منك أن تركز الآن معي وأن تبدأ أن تستنتق الطراز الجيني الآن أريدك أن تستنتق من حسب القدوة لأن قلت لك هذا القدوة لازم تعرفه لازم هذا القدوة لتعرفه طراز الجيني وطراز المظهري منه تستطيع حل المسائل تزوّق رجل شعره عادي طيب من امرأة شعرها عادي الآن نتكلم رجل شعره عادي كم ترازقيني له الرجل شعره عادي كم ترازقيني له هذا الرجل عادي الشعر كم ترازقيني واحد في القدوة هو بي سمول بي سمول ما أكتب اكس اكس هذه المسائل الصلع لا يحل ب اكس 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 واي لا أكتب للذكر الرجل هنا في الإنسان اكس واي وأسوي له اكس بي بي سمول لا هذه تحل بهذه الطريقة طيب من امرأة شعرها عادي طيب امرأة شعرها عادي كم احتمال له هذه المرأة شعرها عادية الشعر كم احتمال لها احتمالين أنا ركزت هذا الكلام عليك وقلت لك الآن حفظه الاحتمال الأول بي كابتال بي سمول والاحتمال الثاني بي سمول بي سمول شيء احتمال آخر لا يا هذا يا هذا عادية الشعر الأم عادي شعرها عادي شوف الآن معنا في القدول نعود مرة ثانية للقدول معك حتى نركز على هذا الكلام امرأة شعرها عادي بي كابتال بي سمول وهنا عندي بي سمول بي سمول شعر عادي شعر عادي طيب الآن في المسألة اللي عندي كيف أنا أعرف إن هذا أو هذا هل هذا الطراز القيني أو هذا الطراز القيني أذهب إلى المسألة وأنقب ذكرا أصلع وأنقب ذكرا أصلع طيب هذا الآن ذكرا أصلع يحدد لي أي واحد من الاثنين هو الصح أيهما الصح بسمول بسمول أو بي كابتل بسمول طبعا أنا أعرف الآن أنت تقول لي بي كابتل بسمول وهذا الخطأ لماذا؟ لأنه لو كان بسمول بسمول مع بسمول بسمول سيكون الأبناء جميعا بسمول بسمول هل ستظهر صفة الصلع؟ هل سيظهر ذكرا أصلع؟ طبعا لا لن يظهر ذكرا أصلع إذن هو أعطاني في المسألة حتى يقول لي وأنقب ذكرا أصلع أعطاني إياه لأنه يعلم واضع السؤال يعلم بأن هناك طراز قيني الآن هذا خطأ وهذا صح فلذلك سيكون حلي أنه هذه خطأ وهذا الصح اللي هو بي كابتل بسمول بي كابتل بسمول لماذا؟ لأنه أنقب ذكرا أصلع معنى ذلك أنه لا بد من وجود بي كابتل عند الأم حتى ينقب ذكرا أصلع لأنه الأب بسمول بسمول هذا ما في كلام الذكرا اللي هو الأب بسمول بسمول طيب الأمشاق الأمشاق هنا ستكون بي كابتل وهنا بسمول والأمشاق هنا بسمول أزاوق هذا الأمشاق سيكون الأبناء بي كابتل طراز قيني بسمول والآخر بسمول بسمول لو كانوا إناث لو كان عندهم إناث الإنات هل ستظهر مع صفة الصلع لو قال احتمال إنقاب أنت لديها الصلع من هذه الأسرة أقول صفر لماذا صفر إنقاب أنت لأن هنا معنى ليست لديها صلع أنت شعرها عادي شعرها عادي طيب ذكر أصلع ذكر أصلع لو قيل لك ذكر وأصلع ماذا ستقول ذكر أصلع سأقول ذكر أصلع أو ذكر شعرها عادي أقول نصف ضرب نصف لماذا نصف ضرب نصف نصف ضرب نصف لأنه أردت أنا حدثين الحدث الأول إنه يكون ذكر هذا احتمالية الذكر والحدث الثاني إنه يكون أصلع وهذا احتمالية الحدث الثاني فحدثين أردتهما معا حدثين أردتهم معا وهذا طبعا تدرستوه في الاحتمالات في الوراثة أنه أنا أردت حدثين معا سأحاصل ضرب بينهما فأنا عندي هذا احتمال نصف وهذا احتمال نصف هذا النص وهذا النص ذكر أصلع سيكون احتمال الذكر نصف واحتمال الصلع نصف فسيكون معنى نصف نصف يساوي الربع ننتقل لسؤال آخر ننتقل لسؤال آخر احتمال إنقاب طفل ذو شعر عادي احتمال إنقاب طفل ذو شعر عادي من تزاوغ رجل أصلع الآن الرجل أصلع من فتاة عادية الشعر وكان الأب والأم لهما نفس الطراز القيني الأب والأم لهم نفس الطراز القيني هذا نحن الآن ذكرناه سابقا معكم قلنا أنه شيء طراز قيني مختلف طراز المظهري لكنه متشابه في الطراز القيني في الرجل الأصلع في الأم أو في المرأة تكون أو الأنثى عادية إذن هذا سيكون نفس الكلام اللي قبل بي كابتال بي سمول بي كابتال بي سمول لأنه هذا الرجل أصلع هذه عاديت الشعر وكان الأب والأم لهم نفس الطراز القيني إذن الأب والأم لهم نفس الطراز القيني شوفنا الآن كتبت نفس الطراز القيني وهذا للذكر أصلع وهذا الأنثى عادية وهذا وضحناه سابقا معكم الأمشاك الأمشاك هنا ستكون B capital والأمشاق هنا B small وهنا الأمشاق B capital وهنا B small طيب الأمشاق هذه B capital أزاوك يمكن تسوي مربع تختص الكلام تسوي هنا B capital وهنا B small وهنا B capital وهنا B small وأزاوك B capital B capital الأول الثاني B capital B small الثالث B capital B small الأخير B small B small الآن أرجع إلى السؤال السؤال يقول لي احتمال إنقاب طفل ذكر شعر عادي طيب من هنا شعر عادي من هنا شعر عادي هذا شعر العادي هذا هذا شعر العادي هذا ذكر يكون أصلع وهذا ذكر يكون أصلع وهذا ذكر يكون أصلع لأننا نتكلم عن الذكر لأن السؤال أعطاني عن الذكر طفل ذكر ذو شعر عادي إذن سيكون هنا الاحتمال لذكر شعر عادي سأكتب هنا معي نصف ضرب ضرب ربع لماذا نصف ضرب ربع؟ لأن احتمالية أن يكون شعر عادي ربع واحتمالية أن يكون ذكر نص فأنا أكتب نص لأن احتمال الجنس ذكر أو أنثى وربع احتمالية أن يكون شعر عادي لأن هنا سؤال حول السؤال هنا حول إنقاب طفل ذكر ذو شعر عادي فأنا أكتب هنا معي ربع فسيكون القواب معي هنا نصف ضرب ربع يساوي الثمن يساوي الثمن واحد على ثمانية وهذا طبعا يا شباب سيأتي في الامتحانات عليه أسئلة كثيرة ستجد بهذه الأفكار أنه ذكر وأنثى أنا أحلل السؤال بعدما أحلل السؤال وأنظل للسؤال وحاول وبعد أن تطلع لي نسبة المثلا شعر عادي مثلا أو كذا أو صفة كالفلانية لنحللتها بعد ذلك إذا أطلب مني الجنس وكانت المسألة لا توضح الجنس صفات المرتبطة بالجنس توضح الجنس لا يحتاج أن تضرب في نص أو ربع لكن في نص اللي هو الجنس ما يحتاج أنك تضرب نص لأنه هذاك أعطتك الجنس لكن هنا ما وضح لي الجنس الآن هنا الجنس ما واضح الآن أنا أحلل وبعد ذلك أضرب نص ضرب ربع نص احتمالية إنه يكون ذكر وربع احتمالية إنه يكون شعر عادي والقواب الثمن نأتي لمسألة أخرى عائلة الأب أصلع والده عادي الشعر لاحظ إنه المسائل تختلف في الكلمات تختلف في الكلمات ولكن دائما خضى في نفسك وفي قرارة نفسك أنك لو تأملت السؤال وقرأت السؤال ستجد أن السؤال سهل وكلمات السؤال توضح لك التراز الجيني والأشياء المطلوبة حلها ستجد أنها سهلة وتستطيع أنك تستنتقل قواب الآن قال لي عائلة الأب أصلع والده عادي الشعر والأم عادية الشعر وأنقب طفل شعرها كثافته قليلة نأتي نحلل أول شيء نحلل هذا الكلام حتى نقاوب على السؤال ما احتمال إنقاب ذكر أصلع ما احتمال إنقاب ذكر أصلع طيب أول خلينا نحلل السؤال عائلة الأب أصلع والده عادي الشعر والده عادي الشعر طيب أنا الآن سأتي كلمة أصلع تحتمل كم احتمال قلنا هذا الكلام تحتمل بي كابتل بي كابتل وتحتمل بي كابتل بي سمول هذا موجود معكم شباب في القدول بإمكانكم أن تعودوا إليه وتنظروا إليه الآن عندما نأكتب هذا عندما أقول أصلع يا بي كابتل بي كابتل أو بي كابتل بي سمول هذا أصلع أصلع بي كابتل بي كابتل بي كابتل بي سمول هذا بالنسبة للذكر فنبدأ الآن هنا وأحلل هذا الكلام أقول بأنه بي كابتل بي كابتل أو بي كابتل بي سمول طيب والده عادي الشعر كلمة والده عادي الشعر يوضح لي أنا الآن أي واحد أحدد B capital B capital أو B capital B small والده عادي الشعر يعني أن والده كان B small B small هذا يعني طيب أي واحد من هدل سيكون الصح سيكون الصح هذا وهذا خطأ لماذا؟ لأنه بما أن والده معه بيسمول بيسمول معنى هذا أنه هذا الرجل سيرث عن طريق الأمشاق سيأخذ طبعا بيسمول من والده سيأخذ بيسمول لأنه هذا بيسمول بيسمول أمشاق الأب ستكون دائما في صفة الصلاة بيسمول وبالتالي سينقل لأبنائه بيسمول فإذا ما يمكن أن يكون بيكابتل بيكابتل فإذا هو أعطاني والده عادي الشعر حتى يقل بأنه هذه بيكابتل بيكابتل ما يمكن أن تكون صحيحة وأنها ستكون بيكابتل بيسمول لماذا؟ لأن والد بيسمول بيسمول معناته أن هذا البيس كابتل بمعنى آخر هذا البيكابتل قادمة من الأم يمكن أن يقول لي وأمه شعرها كثافة قليلة يزيد في السؤال هذا ما يهم من أن يزيد أو ما يزيد لأنه أنا أريد الآن الأب أنا أريد أن يحل الأب أريد أن احتمال إنقاب ذكر من الأب والأم فإذا هنا معنى بيكابتل هذه من الأم والبيسمول قادم من الأب لأن الأب عنده بيسمول بيسمول فما يمكن أن يكون بيكابتل بيسمول ولهذا سأكتب هنا بيكابتل بيسمول أصلع لكن عنده بيكابتل بيسمول لماذا؟ لأنه كتب لي هنا والده عادي الشعر وهذا يعطيني أن بيكابتل بيسمول والأم نأتي إلى الأم والأم عادية الشعر طيب كلمة أم عادية الشعر مرة ثانية نعيد الكلام أنه لديها احتمال يا بي كبتل بي سمول أو بي سمول بي سمول لو قال لي في السؤال عادية الشعر نقية فمعنات أنه بي سمول بي سمول لكن هو ما قال لي أقال أعطاني وأنقب طفله شعرها كثافته قليلة من هنا أستطيع أن أحدد أي واحد وأنقب طفله شعرها كثافته قليلة ماذا يعني كلمة شعرها كثافته قليلة نعيد الكلام مرة أخرى شباب الطراز الجيني سيكون هنا بي كبتل بي كبتل حل هذا الطفلة بي كبتل بي كبتل لماذا؟ لأن الشعر الكثافته قليلة وطفلة طبعا تكون كثافته قليلة أي بي كبتل بي كبتل طيب هذه بي كبتل بي كبتل بي كبتل بي كبتل من أين أتت؟ من أين أتت بي كبتل؟ بي كبتل الأولى أتت من البي كبتل الأولى أتت من الأب والبي كبتل الثانية أتت من الأم أو العكس يمكن تعتبر العكس لكن واحد من الأب الأول والآخر من الأب الثاني بي كابتل بي كابتل طيب بمعنى هذا أنه لا يمكن أن يكون هذا القواب صحيح لأنه عندما تكون موجودة من الأم بي كابتل إذن هذا ليس في بي كابتل إذن معنى أن هذه هي الإجابة الصحيحة وإذن نأكتب هنا بي كابتل بي سمول الآن حددت الطراز الجيني للأب والأم أبدأ الآن أكتب الأمشاك بي كابتل بي سمول بي كابتل بي سمول أزاوك أزاوك مثل ما قمنا سابقا بنفس الطريقة أكتب هنا بي كابتل هنا بي سمول هنا بي كابتل هنا بي سمول أكتب هذه بي كابتل بي كابتل بي كابتل بي سمول بي سمول بي سمول كما قلنا ثلاثة على أربعة ضرب نص يساوي ثلاثة على ثمانية إذن ثلاثة على أربعة ضرب نص لماذا ضرب نص؟ لأنه طبعا عندنا هنا ضربنا احتمالية الذكر مع احتمالية أن يكون أصلع نأتي إلى سؤال آخر وضح على أسس وراتية الطرز الجينية للآباء والأبناء إذا تزوج رجل مصاب بعمل ألوان أصلع من امرأة حاملة للمرض عادية الشعر نقية نبدأ نحلل هذا الآن عندنا هذا السؤال يربط معنا الصفات المرتبطة والصفات المتأثرة كما عندك اختبر فهمك في الكتاب بنفس الفكرة بإمكانك الآن أن تعود إليه بعد أن نحل هذا السؤال وهو محلول معك محلول في يعني أعطيت الحل فقط أن تبحث عن الاحتمالات في الاختبر فهمك مصاب بعمل ألوان أصلع هاجين أعطيت الرمز أتش كابتل بي كابتل لصفة عمل ألوان وصفة الصلع طيب مصاب بعمل ألوان أكتب X Y وأكتب مصاب هذا درست أنت سابقا أكتب مصاب أكتب H small لأنه مصاب والإصابة متنحية في عمل ألوان طيب وعندي أصلع هاجين أكتب بي كابتل بي سمول بي كابتل بي سمول طيب أسلي حاملة للمرض عادية الشعر حاملة للمرض ماذا أكتب حاملة للمرض أكتب X X X طيب هي حاملة للمرض أكتب X أتش كابتل أكس أتش سمول لماذا لأنه نقلي حاملة للمرض طيب عادية الشعر نقية عادية الشعر نقية لاحظنا عادية الشعر نقية إذن أكتب بي سمول بي سمول هذا الآن اللي هو معي الطراز القيني أنا أكتب طراز القيني حسب المعطيات اللي أعطيت إياها فأنا قال لي مصاب بعمل ألوان أكتب X أتش سمول أصلع هقين بي كابتل بي سمول لأنه قال لي أصلع هقين لو قال لي أصلع نقية أكتب بي كابتل بي كابتل حاملة للمرض أي حاملة للمرض عمل ألوان إذن عندها X أتش كابتل X أتش سمول عادية الشعر نقية أكتب بي سمول بي سمول لأنه قال لي عادية الشعر ونقية طيب الآن أتي إلى الأمشاق كيف أحدد الأمشاق الآن أحدد الأمشاق بنفس الطريقة اللي كنت أحدد بها سابقا أضرب الأكس هذه مع بي كابيتل أكس أتسمول بي كابيتل هذه في هذه طيب اللي بعدها أكس أتسمول بي سمول أكتبه هنا طيب اللي بعده واي كابيتل بي كابيتل أنا الآن ضربت مرة ثانية هذا في هذا وأضرب هذا في هذا واي كابيتل بي كابيتل ثم واي كابيتل بي سمول هذا الآن الأمشاق كتبتنا الآن الأمشاق الأربعة هنا كم مشيك سيأتي اثنين سيأتي اثنين من الأمشاق الأول أكس أتسمول بي سمول والثاني أكس أتسمول بي سمول أنا كتبت الآن الأمشاق للأم وهذه أمشاق الأب أنقل هذه الأمشاق في قدوة المعي هنا أنقل هذه الأمشاق الأمشاق هي عبارة عن x at small b والثاني والثاني سيكون x x at small b small والثالث y b small والأخير y b capital y b small طيب اللي بعده هنا x at capital للأم b small و x at small x at small b small x at small b small لاحظ معي الآن أنقلت الأمشاق هنا طيب الآن سأبدأ سأبدأ بضرب الأمشاق مع بعضها البعض سنكبر هذه على الشيء أنه نكون عندنا وضحة الصورة أكثر طبعا هنا عندي x at small b capital x at small b small y b capital y b small حتى نتأكد أنه ما أخطأنا في نقل الأمشاق ثم x at small b small طيب نزاوغ هذه سيكون معنا عندي x x at capital at small b capital b small أضرب هذا جميعا ثم x x at small b small b small ثم x at small y b capital b small ثم x at small y b small b small ثم هنا عندي x x at small at small b capital b small b capital b small ثم x x at small at small b small b small ثم x at small y b capital b small b capital b small ثم x at small y b small الآن لاحظ أنا أضرب هذه الأمشاق مع بعضها البعض طبعا بما أن الأم هجين فنصف الذكور سيكون غير مصابين بعمل ألوان والنصف الآخر سيكون مصابين بعمل ألوان وأنا أتأكد من هنا أن هذا الذكور 2 في الأعلى غير مصابين و 2 في الأسفل مصابين و يؤكد لي أنه الآن عندي X at each capital X at each capital X at small X at small ثم أكتب لهم هذه أنثى غير مصابة شعرها عادي أنثى مصابة شعرها عادي هذا أنثى غير مصابة شعرها عادي هذا أنثى مصابة شعرها عادي نفس الشيء ما توجد معنى أنثى عنده صلع لأنه حتى يكون معنى الصلع لابد من وجود B capital B capital و هنا ما توجد B capital لاحظ الإناث لا يوجد B capital B capital عند الإناث والذكور سيظهر عندهم الصلع ولكن بصفة هاجين لوجود هذا ال B small لا يوجد الذكر أصلع نقي عنده B capital B capital لأنه من هنا B small ومن هنا B capital فسيكون من عندنا هنا B capital B small B small B small B capital B small B small هذا بالنسبة طبعا هذا سيكون ذكر شعره عادي غير مصاب هذا مصاب شعره عادي هذا مصاب وصلع وهذا غير مصاب وعنده شعر صلع وهذا صلع وهذا كما قلنا شعره عادي شعره عادي فكل ما أنا أنظر للطراز القيني أستطيع أن أحدد وأكتب هذا الشيء وأكتب الترز المظهرية وأكون بذلك حلية السؤال اللي أنا أعطيت إياه في الامتحان بعض الامتحان ربما يحدد لي أكتب كذا أتذكرت صفات وكذا من خلال معطيات اللي أنا هنا تظهر معي فأرجو منكم الانتباه في حل المسائل دقيقة واحدة ثم ننهي حلقتنا بإذن الله الشكل المقابل يوضح تواضح صفة الصلع لدى العائلات علما بأن الجزء المظلل يشير إلى قين الصلع هذا سؤال اختبار وأتى في الاختبارات لاحظ الأم نصف مظلل ولاحظ أكبر هذا الشيء الأب نصف مظلل الأم النصف مظلل شعرها ماذا سيكون هي بي كابتل بي سمول وهذا بي كابتل بي سمول الأم ستكون شعرها عادي لأنها بي كابتل بي سمول والأب بي كابتل بي سمول سيكون أصلع لماذا؟ لأنه كما قلنا وشرحناه طيب الآن عندك واحد يقول لك إذا علمت أن الإبن المشارلي بالرقم واحد لهذا أصلعا عند البلوغ قلنا لماذا عند البلوغ؟ فماذا سيكون الطراز المظهر لبقية الأبناء؟ هذا الثنين وثلاثة وأربعة ذكر شعره عادي لأنه عنده بسمول بسمول هذه أنثى عنده بكابتال بسمول شعرها عادي إذن هنا تكتب ثنين بسمول بسمول شعر عادي بكابتال بسمول عندها صلع شعرها عادي هذه أنثى وليس ذكر أنثى شعره عادي شعرها عادي أربعة بكابتال بسمول ذكر لكن سيكون عنده صلع لقم أربعة سيكون عنده صلع لأنه ذكر كما عندي في الصورة فكل كلام اللي الآن أنا معك واللي الآن وضحت لك إياه هو نفس الأفكار ستجدها في الاختبارات إلى أن ألقاكم مرة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته